يعني ظروف المباراة طبعا مباراة قمة ملاش اي مقييس ولا لها اي اعتبارات بالنسبة للظروف المحيطة لان كل اللعيب او كل فرقة بتبقى قمة التركيز موجودة بالنسبة لناد الاهل وبنسبة لناد زمالك الفريتين كبار عندهم جمالية كبيرة جدا على مستولات العربية مش مصر بس المباراة حدث كبير في مصر وافريقيا وبالتالي التركيز بيبقى من مداربين التركيز بيبقى من اللعبين التركيز حتى من الاندية من الناديين نفسهم كمان الوسط الاعلامي السوشال ميديا انا شايفي ممكن حالة هدوء نسبي ما بين الناديين كله ينتظر النادي الاهلونادي زمالك بكري ايه اللي هيحصل في مباراة وده ممكن نشوف بكري مباراة مختلفة خالص عن كل مباراة ليه لانا بنتكلم على مباراة في الاسبوع الثالث في فترة توقف بعد كده للمنتخب مباراة لسه مش هتحدد مصير دوري ولكن او هيكسب زي ما تكلموا الكباتنا من يكسب يعني هتوبع حالة بنسبة للجمهور بس مش هتديك مؤشر لسه اطلاقا نادي الزمالك بيمر مرحلة ممتازة جدا على الرغم من كل الأزمات اللي موجودة فيها ولكن يحسب لكارترون انه مدرب سيكولوجي ممتاز مدرب نفسيا هايل وعلاقته باللاعبين ممتازة دي اللي خليها قط اللبس في نادي الزمالك من أقوى المواسم اللي شفتها في السنوات الأخيرة وبالتالي يحسب لكارترون السيطرة على الكم الكبير جدا هو اللي مسيطر مش الإدارة اللي مسيطرة لا طبعا هو اللي مسيطر على غرفة تقوى تلتس ما احترمه تقديره علاقة لعابة وده الطبيعي طبعا علاقة لعابة الزمالك بكارترون مختلف خالص عن علاقة لعابة زمالك بإدارة نات زمالك إن إدارة زمالك أنت عارف نيات غيرت فترة كترة جدا لكن تبقى الحالة النفسية والعلاقة الكبيرة جدا اللي بين كارترون وزهرة في الملعب وزهرة من أداء لأنه مدرب يتعامل نفسيا في المقام الأول ويتعامل على التحفيز في الجزئة الثانية الأهلي إدارة وفرت كل شيء إلى مدير فني قادم من جنوب أفريقيا محظوظ من يدير النادي الأهلي محظوظ بالإدارة الحالية بكم السفقات بكم الأموال اللي موجود أعتقد أنه ده أمر جاي جدا ولذلك الضغوط الأكتر ممكن تكون على مسماني الضغوط الأكتر لأن يعني بعض الجمهير معترضة على أداء مسماني في بعض المباراة وإن كان مباراة الإسماعيلي كانت هي نقطة تحول لمشوارة مسماني مع جمهور الأهلي بعد مباراة السوبر لأن عمل مباراة جبيرة جدا ولكن أنا مش هقيص مستوى النادي الأهلي في مباراة الإسماعيلي لأن الإسماعيلي كان من أقل مباراةه تاريخيا